السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معانا في قناة تليداري فيديو جديد وصفة دوائية او طبية جديدة اليوم ان شاء الله وكيف ممشته في العنوان جالا فيديو فالدوال اللي معانا اليوم هو بيغو دوجيل بيغو دوجيليه ان شاء الله اليوم غاجينعرفوا على هاد الدوال بزاف جالحوايج واول حاجة نضغنقولها عليه فوحد وصراحة كيعالج وفعال فخليكم معايا باش تشوفوا قاع الحوايج المتعلقة او المعلومات اللي ممكن انك تعرف على دوال هذا وش حال هو مفيد فهالدوال في علاج الالتهابات جالفم والاسنان كي تستعمل واعطارفوا انه الافضل في هاد المجال فهو فعال في علاج حالات الجالعد والفم والاسنان وحالة وجود تجمعات صديدية في الاسنان والتهابات الاغشية المحيطة بالدروس والاسنان والتهابات اللتة والفم المختلفة يعني قد تم مختلفات كيف ما قنعرفو الى درات ناشة درسة او الله فكيكون واحد الالتهاب تقيح وكلهم هادو كيمنعونا اننا نحيدوها في حالتي لا كانت مصابة بتسوز يعطيونا لدونتيست او الاطباء الاسنان بعض الادوية باش اننا نحيدو باوم دك التقيح عاد من بعجي لابنا نحيدوها او لن على حسب كل واحد وكيفاش ممكن يكون عندك هر الالتهابات وتبغي تحيدو فهاد دوا غد يفيدك فهذا الحالة هاد وكذلك ما كان اقتصروش فقط عن الاسنان والدروس وانما حتى في الحلق واللوزاتين في حالة الالتهاب جيلهم هاد دوا كي تستعمل حالة الالتهاب جيل الجيوب الانفية والتهاب الادن الوسطى وحالات الشهاب الغدة النكافية والغدة تحت الفقمية فهذا الواقع تستعمل في كل شي هاد الحالات هادو اللي ذكرتهم لكم والعلم فهو الكبار فقط يعني الناس اللي قل من 15 عام وياهم وياهم ان يخذوا بحال هادد وهذا غد يضطر عليهم شكل سلبي لذلك عفاكم خليوه بعيدة لمتناول الاطفال اما بالنسبة للآطار الجانبية الى التعرض للآلام في المعيدة او الفقدان الشهية غتيان ارتفاع درجة حرارات الجسم توعوك او ارهاق حكا كي توجب عليك فهذا الحالة هادي باش انك توجه لطباب جيلك او الصيدلاني اللي وصف لكم هادد وهذا وكذلك في حالة الحمل او الريضاعة لعيالات اللي كيرد عود الدرار الصغار جيلهم خاصكم تسولوا الطبيب هاد باش تاخدوه باش ما تجلوش شغالات اللي يضركم يا في الحمل جيلكم يلدك الطفل الراضيح وبالنسبة كذلك للناس اللي كي يصوقوا فيكونوا على بال حيث ممكن يأدي هادو الدواء من بعد الاخذ جيلهم ممكن انه يأدي لك بالدوخة او الارتباك وعدم التركيز في الطريق جيلك فاش يكون غاجي صايد ممكن كذلك يجيب لك الهلوسة وبعتاش النجات والاضطرابات البصرية فعافكم كونوا على بال يأخذ جيلوا هاددواء وبالنسبة للثمان جيل هاددواء هادا فهو 100 جيل تراهم فكيفما كتشوفو احوان ها هو الثمان جيلو فكيفما كتشوفو هو 100 جيل تراهم صراحة هو ثمان متوسط ولكن بالنسبة له هو فزومون بزاف بالمقارنة مع الفعالية جيلو فإزالة الالتهابات الاسنان والتقيح الى غير ذلك كما ذكرت في اللول جيل الافيجوغا الاشياء اللي كيصلح ليها فكيفما كتشوفو في العلبة هنا التمنجلو اللي ورتو لكم وبالنسبة لطريقة جيل الاستعمال فهو عبر الفم كيفما كتشوفو داخل هنا سيكونو عنا اقراس كيتخدو معلمة وللاشارة فكيفما كتشوفو هنا كيفما كتشوفو الاستشارة قبل ما ننسى ان هاد الدواء هادا كيتخدو بوصفة طبية يعني ماشي تاخدوه بدون ما يقول عليك الطباب جيالك او اللي الصيدالي جيالك لا بالعكس خاصكم تاخدو الاستشارة الطبية او جيل الصيدالاني عاد انكم ممكن انكم تاخدو هاد الدواء هادا وهنايا نكون وصلنا للنهاية جيال الفيديو هادو هما قاع المعلومات اللي قدرت انني نجمعهم لكم على هاد الدواء هادا ان شاء الله يكون لكم بالعافية وترجعوا على ان شاء الله تتبرو من الالتهابات والتقرحات جيال فمني نتاخدوه وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديرو جيم تابونا فلاشين كومنتر جالكم وان شاء الله نلقاكم في الفيديو الجاي ودومتم في رعاية الله اوفياء الى اللقاء ان شاء الله